اخواني اخواتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم في تارس النزديد وفي تحليل جديد من قناتكم قنات المعرفة الكذب سنقوم بتحليل عملات شيبا اينو كثير من اخوة طربوا مني تحليل هذه العملة ولكن قبل البدد لكم لا يشترك في قناة تليجرام مجانية دورة بطاعة ضغطوا علي من صندوق الوصل لهذا الفيديو مباشرة بعد الضغط على هذا الرابط تصبح وعودوا في هذه القناة المجانية التي يشارك معك فيها ارباح المشاركين في الضوارلتنا تدريبي يوميا ولكن بس نشارك معكم بعض الأرباح لهذا اليوم كما تلاحظون لاحظوا هنا الاخ سعود يحقق 110% من البيتكوين منور يحقق 61% من البيتكوين من هذا الصوت الاخير 700% الأخ أحمد من عملات موبر يوز دي تي هنا كذلك عمران يقول الله يخليك أفضل المعلم شكرا 175% من دودج وبيبي 148% كذلك عمراني حق 446% من رون يقول تعلم الركمة جمعه يعني ركوب الأمواج جمعه طيب رون 111% ربح 104% ربح كذلك يعني كما تلاحظون إخواني أني ربح قوية نشاركها معكم يوميا كما تلاحظون وهذا بفضل هذا العرض الذي فيه جزءين جزء نظري وجزء تطبيقي لذلك هو عرض متكامل قوي فيه فيديوهات تقنية المنطق استراتيجيات هذه الأمور كلها تعطيك 30% فقط طبقة 70% باقية ستحصل عليها من قناة التحليلات اليومية لأنها هي لبيع المفاتيح التي ستجعلك تفهم الفيديوهات وهي بها أسرار غير موجودة في الفيديوهات وهي سبب كولات الأرباح التي ترون للإخوة الطلبة المشاركين في دوراتنا التدريب كذلك تحصل على 13 شهر اشتراك في مجموعة نيقاشات تابعة لقناة التحليل اليومية بأخيرات المتدولين لديه يجاوبونك الأسئلة تتابعونا معك وشاركونا معك تحليلاتهم صفقاتهم وأكد تجد نفسك منضم إلى عائلة تساعدك تأخذ بيدك إلى أن تحترف بإذن الله إذن كل هذا فقط ب كل هذا فقط بما هو 17 دولار أقرر بأقل بعشرة أضعف من السعر الحقيقي لهذا العرض أن أصحكم وبشدة بالاشتراك فيه لا تنسوا إخواني أخواتي كذلك ذهب إلى الموقع بروايف تريدر دوت كوم بروايف تريدر دوت كوم في هذا الموقع هناك مقالات يمكنكم قراتها أو كتب يمكنكم تحملها مثل دليل أساسي لشمال لبنية فقط تضغط على إبدال مجانا لا أملك الخاص وتصلك للكتب لا أملك الخاص تحذير التداول منها خطيرة يمكن أن تخسرك أموالك لذلك كل ما نقوم به في هذه القناة وهذا مغزى تعريبي وتثقي فيها بالبيع لا نعطي لا نصائح مالية ولا استثمارية ولا توصيات إذا ضغط على زر الشراء والبيع أنت المسؤول مسؤولة تنتام مع القراراتك قناة لنا بالتحملية المسؤولة كل ما نطلبه منك هو أن تراقب تقارن تشاهد لجبتك الطريقة يمكنك الانضمام لعرضين وإلى دورتي طيب عملة شيبة نحن الآن في منطقة خطيرة وقوية وتستحق المراقبة عملة شيبة إذا نظرنا جيدا سنجد أنه لدينا زيادة في المومنتوم زيادة في التسارع زيادة في الزخم بنية واضحة بنية واضحة وكر إذن بعدها زيادة في الزخم هذا النزول كل ما هو إلا تحضير ما هو إلا تخفيض عفوا تخفيض أو ديسكاونت إلى أن يصل السعر إلى ربما السعر المناسب لهذا البيك بوي الذي يحضر هنا أو هنا لكي يساعد السوق مرة أخرى وبالفعل استغلينا هذا الصعود كله من هذه المنطقة من أفضل منطقة ممكنة لأنه رعينا أنه لدينا هذا النموذج الذي اسمه راني إذا الموجة دفعة تصحيح موجة دفعة وقلنا إذا تحت فرصة نبحث عن السعود مع كسر يأتي القمة ونحاول وقف خسر إلى بريكيفن إذا كانت هاتي قناة ويريد السعر أن يعود مرة أخرى قبل السعود لا مشكلة سنخرج بريكيفن ونحاول مرة أخرى لكن لحسن الحظ بعد أن كسر هذا المنطقة طار طارت عملة شيبة وكما تلاحظون العملة يعني في اتجاه مناسب والأمور بالنسبة لي ممتازة طيب هذه الفرصة الأولى كانت هنا الناس التي تحترف المنطق علم المنطق وعلم والتحليل الموج طيب الآن ستقول لك أنا ضيعت أول فرصة كيف لأنا أستغل هذه الفرصة لاحظوا بعد هذه العملة قد تصل إلى مستوى حتى نكون واضحين سأخذ الفيبوناتي extension يعني إلى المستوى لنقول 111 119 111 111 1000 يعني نزيدنا في الأصفار يعني هذه المنطقة طيب إذا لذات هناك فرص أولا لكسر هذه القمة ثم لأهذه المنطقة إذن كل ما علي فعله كل ما علي فعله هو انتظار تصحيح في هذه المنطقة الآن التصحيح سنرى كيف سيكون لاحظوا معي لدي موجة دافعة لدي زيادة في الزخم إذن لدي هذا التصحيح الذي حددناها الرأيين لدي الموجة الدافعة زيادة في المومنتوم زيادة في الزخم إذن كل ما احتاجه الآن لذلك قلنا هي بنية واضحة كل ما احتاجه هو أن يكون تصحيح واضح هنا أين يأتي دوره كمتدول محترف وأن تفهم التصحيح وتفهم كيف تتوقع بنية التصحيح وتعرف متى ينتهي لكي تستغله للصعود إذن أنا بالنسبة عندما أرى عندما أرى هذه البنية أتوقع لها عدة تصحيح لأنه لديه موجة أولى للتصحيح ولكن ليس لديه موجة تصحيحية وهذا موجة تصحيحية قد تتطور لعدة أمور قد يكون هذا نموذج ويعود السعر يكسر القمة يعطينا هذا هو دلك الموجة التصحيحية ثم بعد ذلك يعود وهكذا يعطينا نموذج سهل بسيط وهذا نموذج للتداول وإلا قد يستمر السعر في الصعود وحينها ستخسر أموالك لأنك غير محترف بعقليتك غير محترف بعقليتك ليست لديك استراتيجيات أنت فقط تابع نحن عندما يصل السعر لهذه المنطقة إذا حقق هذا السيناريو لدينا إشارات نبحث عنها في هذه المنطقة إذا لن نحصل على هذه الإشارات قد نغير من الشراء إلى البيع وأنت لأنك يعني غير محترف في عقليتك وتبحث فقط عن التوصيات وتفكر بطريقة غير جيدة ستضغط على الشراء وستجدنا نحن تغطينا على البيع وخاء وبعنا لأن الإشارات التي كنا نريد على الشراء لم تحصل بل حصلت إشارات للبيع لهذا نقول لكم تعلموا تعلموا لا تكونوا تابعين ليس ليس لأن ني حللت وقلت لك إذا حصلت على هذا السيناريو سأبحث عن الشراء لما تحصل علي تدخل هنا شراء هذا فشل وتفكير محدود وتفكير خاطئ لأنه يجب أن تحصل على إشارة في هذه المنطقة ولذلك الناس تدرس التداول لسنوات لكي تفهم هذه المنطقة وأنت تأتي فقط يعني في تانية تضغط على زر الشراء إذا هذا هو السيناريو الأول ريجولر إذا وتحت الفرصة بعد اكتمال ريجولر سأبحث عن الشعوب انطلاقا من استراتيجيات التي استعمل إذا إذا ما عندك استراتيجيات ابتعد عن التداول وتعلم طيب السيناريو الثاني هو أن يستمر شي بتستمر في الهبوط بأتي الطريقة المتدب سأبحث عن تقفيل اللي يأتي الموجة هنا ثم تقفيل اللي يأتي الموجة وهنا هكذا يعني ربما سكالبين أو يعني عندي فرصة هنا وعندي فرصة هنا فرصة للشراء وفرصة للبيع ومع كسر القاع هنا في هذه المنطقة سيكون لدي ذلك النموذج اللي هو الريجولر وفي الوسط رانين وسأبحث عن إشارة هنا للشراء أكرر سأبحث عن إشارة للشراء هذا علم هذا علم إذا ما عندك عقلية أنك تتعلم ابتعد عن تدعس تخسر أموالك وهذا ما يحدث لكم على الأسف أغنبيتكم هذا ما يحدث لهم يخسرون أموالهم لأنهم لسا تلديهم عقلية التعلم لديهم عقلية الطمع يريد فقط أن يربح نحن نعلمك لكي تحترف التداول نعلمك لكي تحترف التداول وهذه التقنية التي ستجعلك تحترف التداول إذن هذا هو السيناريو الثاني أبحث عن إشارة هنا بعد اكتمال هذا النموذج طيب هناك سيناريو آخر ما هو السيناريو أن يسعد الشيبة من هنا لأن هذه بنية تصحية أن يسعد موج دفعة تصحيح موج دفعة ويكمل صعود ويكسر لك القمة أوه في هذه الحلقة كيف لي أن أتصرف سأقول لا قفل هذه الموجة هنا ويصبح هذا النموذج وأين سأبحث عن إشارات الصعود هنا سأبحث عن إشارات الصعود يعني يجب أن تكون ردية استراتيجية واضحة مضبوطة عارف وين دخل عارف من وين أخرج كل هذه الأمور فهمها وضابطها وحينها سأبحث عن الصعود من هنا وبعد كسر يأتي القمة سأحول وقت خسارتي إلى بريكيفن وسأترك مثل اللي فعلته في الصفقة الأولى وسيكون هذا في القمة كهدفين أول ثم مئة أو سبعة وعشرين في بلنات شيك تنشل يأتي الموجة كهدفين تاني هذا هو التحليل بطريقة احتلافية تبعو أنا رابح من شيبة هل ممكن شيبة يعود من هذه المنطقة كل شيء ممكن فبالتالي يجب الحذر إذلك عليك أن تنتظر ذلك السيناريو هو الذي سيؤكد لك أن الشيبة لن تعود فيه لأن العكس الاتجابة سيكون صحيح للصعوب من فضلكم في بعض القلة القليلة التي لا تفهم ما نقوم به كنوا حذرين ستندمون ستخسرون أموالكم في الأخير نحن هدفنا هو أن نعلمكم لكي لا تخسروا أموالكم ولكي لا تكونوا تابعين إدارة احترافة الطريقة أذو العرض المناسب رابط اشتراك مثبت في تعليقات هذا الفيديو والرابط وفي صندوق الوصف في هذا الفيديو كذلك هو رابط ضغط الاتجابة والسرعة الخاص أن الذي يجاوب تبدأ لكي لا تنسوا كذلك اشترك في قناة تيك توك الجديدة هذا هو رابطها تسجنوا متبات في تعليقات هذا الفيديو ثالث رابط لا تنسوا أنا أدفنا وتعليمكم أنا أعلم لكي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته